الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يستعمل الجميع في طاعته وأن يرزقنا الاستعداد لما أمامنا وأن يجعلنا ممن قدم عملاً صالحاً يكون سبباً لجعل قبورنا روضةً من رياض الجنة وليكون سبباً من أسباب دخولنا في جنان الحل ورينا من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعده فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته فلعلنا أن نستمع لشيء من الأحاديث التي رواها هذا الإمام ففضل بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرعان عالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال أنظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذني فصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين في هذا الحديث من الفوائد إثباتوا أن الميت يسمع قرع النعال وخفقها إذا ول عنه أصحابه وهنا مسألة قد كثر البحث فيها ألا وهي هل الأموات في قبورهم يسمعون أو لا فقال الطائفة بأنهم يسمعون واستدلوا بهذا الحديث بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقتل المعركة من المشركين هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد جيفوا فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وقال آخرون بأن الموتى في قبورهم لا يسمعون ما يتيهم من الأصوات واستدلوا عليه بمثل قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبورة والذي يظهر أن الأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد فيه دليل بخصوصه تم في هذا الخبر وفي الحديث مشروعية دفن الموتى وفي الحديث مشروعية الاجتماع لذلك وفي الحديث إثبات السؤال في القبر وقد ورد في الأحاديث أن الإنسان يسأل عن ثلاث مسائل أولها من ربك وثانيها ما دينك وثالثها من نبيك ولذلك على الإنسان أن يعنى بتحرير هذه الوصول الثلاثة وأن يرسخها في نفسه وأن يعرف أدلتها وقد ورد خلاف بين أهل العلم في أصول الشريعة هل يصح للإنسان أن يقلد فيها وهل من قلد في الإيمان يعد من الناجين أو من الهالكين فكثير من المتكلمين أوجبوا أن يجتهد الإنسان وينظر في أصول دينه وبل بعضهم قال بأنه لا يصح إيمان المقلد وكان من أدلتهم ما ورد في هذا الحديث حينما قال الكافر أو المنافق كنت أقول ما يقول الناس والقول الثاني وهو مذهب الجماهير بأن المقصود دخول الإنسان في دين الإسلام وبأي طريق دخل يعد قد صحح إيمانه وقبل منه واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الناس في زمانه ما يثبتون به إيمانهم فيأتي الأعرابي الجلف فيشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتي الحق ولا يسأله هل أخذت ذلك تقليداً أو أخذته عن نظر واجتهاد ودللوا على ذلك بما ورد في حديث أسعد بن زرارة وسعد بن معاذ حينما ذهبوا إلى قومهم وبعد إسلامهم وقالوا لن نكلم أحداً حتى يدخل في هذا الدين ومثله ما ورد في حديث الطفيل بن عمر الدوسي ولذا فإن الصواب أن قصد الشرع أن يؤمن الإنسان بالله وأن يثبت الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله وبأي طريق حصل ذلك كان هو المحقق للمقصد الشرعي ولذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأما بالنسبة للاستدلال بحديث الباب فإنه في المؤمن لما شهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله قبل منه ذلك ولم يقله هل أخذت ذلك عن نظر واجتهاد أو أخذته عن تقليد وأما الكافر والمنافق فإنه لم يكن يقول هذه اللفظة إنما ذمت من قلد في باطل كما في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا فدل في قوله لا يعلمون شيئا على أن المذموم هو التقليد في الباطل وفي الحديث إثبات عذاب القبر وأن الكافر والمنافق يعذب في قبره وفي الحديث أن أهل القبور يرون مقاعدهم في الآخرة وهل يصرون إلى الجنة أو إلى النار وفي الحديث أنه يعد لكل إنسان مكان في النار ومن كان قد دخل في دين الله فإن الله يبدله بدل ذلك مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وفي الحديث أن أهل القبور يصيحون ويتأذون من العذاب الذي يصل إليهم حتى إن البهائم لتسمع صياحهم في قبورهم أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال أرجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لا أريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر دعى موسى عليه السلام قومه إلى أن يدخلوا القرية التي أمرهم الله بدخولها وكان فيها قوم جبارون فخشي بن إسرائيل منهم ولذا امتنعوا حتى قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فعقبهم الله بأن تاه أربعين سنة في صحراء سيناء فمات موسى عليه السلام في تلك السنوات التي هي السنوات التيه ولذا طلب من الله عز وجل أن يجعله قريبا من الأرض المقدسة من أجل أن يقبر هناك وفي الحديث أن كراهية الموت ليست مذمومة بكل حال وفي الحديث أيضا أن الأنبياء يخيرهم الملائكة عند قبض أرواحهم وفي الحديث أنه لا بد من أن يريد الموت على كل إمرئ وقد عنون المخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها حسن الله إليكم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكذر أخذر للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحظ قبل صاحبه وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم فقال ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم قال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة في الحديث من الفوائد ذكروا ما أصاب أهل الإسلام يوم أحد حيث كثر القتل بقتل سبعين رجلا من المسلمين وفي الحديث أن الأصل أن الموتى يفرد كل واحد منهم في كفنه وفي قبره إلا أن يكون هناك احتياج للجمع بينهم سواء في الأكفان عند ندرتها أو في القبور عند صعوبة حفر قبر لكل ميت وفي الحديث فضيلة حفظ القرآن والإكثار من حفظه حيث كان يقدم الأكثر أخذاً للقرآن في لحده وما ذاك إلا لفضيلته وفي الحديث جواز دفن الرجلين والثلاثة في قبر عند مشقة دفن كل واحد منهم في قبره وفي الحديث بيان من يقدم في اللحد ومثله في الصلاة وفي الدفن فيقدم الأفضل بتقديم من حفظ أكثر من القرآن وفي الحديث مشروعية الحفر للقبور على صفة اللحد واللحد بأن يجعل ميلان في القبر بحيث يجعل هناك ما يكون بمثابة الحجرة الجانبية في القبر يوضع الميت فيها وفي الحديث فضل الشهادة في سبيل الله وعظم أجرهم وخصوصاً شهداء أحد رضي الله عنهم وفي الحديث أن الشهداء الذين يموتون في المعركة التي تكون بين المسلمين وغيرهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم بل يدفنون في دمائهم وفي الحديث من الفوائد فضيلة والد جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري وعمه رضوان الله عليهم وكانوا من شهداء أحد وقد اختلف أهل العلم في من قتل حال قتال البغاة ماذا يفعل به على ثلاثة أقوال منهم من أثبت التغصيل والصلاة ومنهم من نفاهما قياساً على حال الشهداء ومنهم من قال بأنهم يصلى عليهم ولا يحتاجون إلى تغسيل وذلك لأن علي رضي الله عنه فعل ذلك بأصحابه الذين قتلوا في قتال الخوارج حسن الله إليكم قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصل على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر قال إني بين أيديكم فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إلى حوض الآن من مقامي هذا وإن أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع خلاف بين أهل العلم في الصلاة على الشهداء فقال الإمام أبو حنيفة يشرع أن يصلى على الشهداء كان من أدلة في هذا حديث عقبة بن عامر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يرون أن الشهداء لا يصلى عليهم لحديث جابر السابق وأحاديث جماعة من الصحابة وقالوا أما حديث عقبة فإن المراد به الدعاء فإن الدعاء يسمى صلاة وقوله هنا بعد ثماني سنين إشعار أنه لم يكن قد صلى عليهم قبل ذلك وفي الحديث من الفوائد الدعاء للأموات ولو بعد المدد الطويلة وفي الحديث ذكر ما يتعلق بالصلاة على الميت بعد دفنه وقد ورد أحاديث أنه يصلى عليه إلى شهر وكما ورد أحاديث في النهي عن الصلاة في المقابر ولذا قيل بأن الأصل أن يصلى على الميت قبل دفنه وإذا مات فإنه يصلى عليه ما دام الوقت قريبا وإذا تطاول الوقت لم يصلى عليه بعد ذلك وفي قوله إني بين أيديكم فرط لكم أي سابق لكم إلى ما وعد الله من جنانه وأنا شهيد عليكم أي أشهد على أفعالكم وتمسككم بدينكم وفي الحديث من الفوائد ما خص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ذكر ما يتعلق بشهداء أحد وفضل أحد ومكانة هذه الغزوة وفي الحديث من الفوائد ما منَّ الله به على أهل الإسلام من إعطائهم ملك مشارق الأرض ومغاربها وفي هذا علامة من علامات صحة نبوة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقوله هنا وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي في بعض الروايات لست أخشى فهذا ظن منه صلى الله عليه وسلم وقد جاء في أحاديث أخر إثبات وقوع الشرك في هذه الأمة فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء إليات بني دوس حول ذي الخلصة وقد أخبر بأنه يعبد في آم من هذه الأمة الأصنام وفي الحديث الحذر من التنافس على الدنيا والتأكيد على أن الدنيا مزرعة الآخرة فلا يريد الإنسان منها إلا ما يكون سببا على إعانته على أعمال الآخرة حسن الله إليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا إن الله حرم مكة فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فلم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختل خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر سيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لا بد منه لصاغتنا وقبورنا ولسقف بيوتهم فقال إلا الإذخر فإنه حلال في الحديث ذكر فتح مكة وفضل الله عز وجل على أهل الإسلام بذلك اليوم العظيم وقوله لا هجرة بعد الفتح أي أنه لا يهاجر من مكة بعد فتحها فإنها أصبحت دار إسلام بعد أن كانت محلا لأهل الشرك وإلا فإن الأحاديث قد دلت على بقاء الهجرة إلى قيام الساعة وفي الحديث التأكيد على أهمية النية بأن يقصد الإنسان بأعماله وجه الله والدار الآخرة وفي الحديث من الفوائد وجوب الجهاد عيناً إذا استنفر الإمام الناس للقيام في الجهاد فقوله إذا استنفرتم أي طلب منكم الإمام النفر والقتال فيجب عليكم أن تنفروا للقتال وفي الحديث حرمة مكة وعظم مكانتها وفضلها وأن الله عز وجل شدد فيها فمنع من أحكام ومنع من أمور يجوز للناس فعلها خارج مكة وفي الحديث فضل الحرم وبقاء حرمته من خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة وفي الحديث بيانوا أن الاعتداء على الآخرين في الحرم أعظم إثماً ووزراً منه في غيره سواء كان اعتداءاً باللسان أو بالنظر أو باليد وفي الحديث من الفوائد تشديد حرمة القتال في مكة وأن ذلك من أعظم الأفعال شناعة وأن تحريمها باق إلى قيام الساعة وفيه ذكر خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحلت له مكة ساعة من النهار ثم عادت على حرمتها السابقة وقوله لا يختلى خلاها أي لا يقطع زرعها ونبات ربيعها فلا يجوز لأحد أن يقوم بقطعه أما رعي البهائم في هذه الزروع فهو جائز ولم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم قوله ولا يعضد شجرها وفي بعض الروايات شوقها أو عضاه أها أي أنه لا يجوز أن تقطع الأشجار التي تنبت في الصحار والفيافي أما ما ينبته الناس من الزروع فلا يدخل في هذا الخبر وفي الحديث تحريم الصيد فلا يجوز أن تصاد الحيوانات داخل حدود الحرم سواء كانت من الطيور كالحمام والعصافير أو كانت من الحيوانات البرية كالأرانب والوعل وغيرها من حيوانات الصيد بل منع من تنفيرها بإقلاقها حتى تتحرك من مكانها إلى غيره وفي الحديث المنع من التقاط اللقطة في الحرم فإذا وجدت مالاً أو وجدت أغراضاً لغيرك فاتركها إلا أنه أجاز ذلك للمعرف وهو الذي يقوم بإعلان وجوده للقطة في الحرم حتى يتمكن صاحبها من أن يأتي إليه فيصفها فتدفع له تلك اللقطة ولابد أن ينشد وأن يعرف بهذه اللقطة بحيث يقول وجدت مالاً وجدت لقطة ليتمكن أصحابها من الذهاب إليه لاسترداد لقطتهم وفي الحديث استثناء الإذخر والإذخر نوع من أنواع الزروع التي تنبت في الأرض وله خصائص منها متانة وراقه ومنها استمرار وقت إحراقه وبالتالي كانوا يقومون بسقف بيوتهم بهذا الإذخر ويقومون بإيقاده تحت الذهب ليتمكنوا من صهره وكذلك يضعونه في قبورهم من أجل أن لا تصل المياه والهوام والسباع إلى الموتى وهذا معنى قوله لا بد منه لصاغتنا أي الذين يقومون بصياغة الذهب والفضة وقبورنا فإنه يوضع الإذخر على القبر لأن لا يدخل الماء إليه ولأن لا تتمكن الذئاب من حفر القبر فتأكل جثث الآدميين وكذلك يوضع في سقف البيوت من أجل أن لا تنزل المياه على سكان تلك البيوت وفي الحديث إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض ما يكون له وبعض ما يسأل عنه وفي الحديث أن التخصيص لا يشترط فيه الاتصال بالمخصص بل يجوز تأخره عنه وفي الحديث التأكيد على حرمة مكة وتحريم الغدر فيها وفي الحديث جواز صياغة الذهب والفضة ولبسهما فإنه قد أحل الإذخر لكون الصياغة تعمل بها حسن الله إليكم قال عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي ندينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن مع أبي رجل آخر في قبر ثم لم تطب نفسيا أتركه مع الآخر حتى أخرجته فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنيه غير أذنه فجعلته في قبر على حدة في هذا الحديث من الفوائد ذكر أزوة أحد وما كان من شأنها في الحديث توصية الأب أبناءه على رعاية بيته من بعده وفي الحديث فضيلة عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه وفي الحديث تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة على محبة غيره من الناس كائنا من كان وفي الحديث كتابة الإنسان وصية بإثبات ما عليه من الديون والإشهاد على ذلك وفي الحديث توصية الأخ على أخواته ليقوم برعايتهن وفي الحديث جواز دفن الرجلين في قبر واحد عند حصول مشق في إفراد كل واحد منهما بقبر وحده وقد ورد في حديث جابر السابق أنه قد كفن أبوه وعمه في نمرة واحدة وفي الحديث جواز نبش القبر ونقل جثث الأموات في القبر إلى مكان آخر لتحقيق مصلحة شرعية وفي الحديث فضل والد جابر رضي الله عنه بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين نسأله سبحانه أن يملأ قلوبنا جميعا من التقوى والإيمان وأن يغفر لنا خطايانا وسيئاتنا كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا لاستعداد لما في القبور ولما في الآخرة من سؤال وأحوال كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين